على مهلك يا وقت بالأمس كنا نقول تبقى على نهاية عام 1443 ثلاث أشهر ثم بالأمس صبنا نقول بقي أسبوع وها نحن اليوم نقول مرت الأشهر والأسابيع والأيام والساعات ودخلنا في العام الجديد ما أسرعك من أيام؟ تمر ولا نشعر بها نعم الأيام تنضي سريعا دون أن نشعر بها إنها تنضي بسرعة مخيفة لحظة تدبر مع نفسي تجعلني أتأمل قليلا سرعة الحياة وسرعة الأيام وكيف أننا نخاف من المستقبل والمستقبل ينضي دون توقف وبسرعة تجعل البعض منا يفكر كيف سيكون حاله غدا والبعض الآخر منشغل بملذات الحياة محاولا أن يستفيد من جميع لحظاتها دون أن يضيع لحظة واحدة من وقته ترى هل الجميع يشعرون بسرعة الوقت؟ أم فقط من زادت عليهم مشاغل والتزامات الحياة؟ سؤال راودني كثيرا فسألت الكثيرين عنه ومن مستويات معيشية مختلفة فربما الغني يشعر بالوقت عكس الفقير لكن الأجوبة كلها كانت متشابهة نعم الأيام تنضي سريعا دون أن نشعر بها وكلما كبرنا تسارعت الأيام يا ترى هل هي علامة من علامات يوم القيامة؟ هل هي علامة من علامات يوم القيامة؟ انتابني هدوء مخيف وصمت طويل بعد عبارة علامات يوم القيامة لم يقطعه سوى سؤال جديد ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل الحياة فعلا أشغلتنا عن التفكير بهذا اليوم؟ أنظر لمن حولي، أهلي، إخواني، أصدقائي هم ما زالوا حولي هل سأخسر أحدا منهم غدا؟ اليوم بعد ساعة في هذه اللحظة لقد أشغلتنا الحياة وبدأت سرعة الأيام والحياة تنخر في أعمارنا لكننا للأسف لا نشعر بذلك اليوم نجلس طويلا أمام منصات التواصل الاجتماعي ساعات وساعات وأكثرها في أمور فارغة دون فائدة مرجوة من ذلك وكله من أعمارنا التي سيسألنا الله عنها أحبتي في الله هل تعلمون أن العشر دقائق التي تقضونها في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي دون فائدة مرجوة تستطيعون أن تقرأوا فيها نصف جزء من القرآن الكريم بكل سهولة ودون ضغط في الوقت وفي عشرين دقيقة ستقرؤون جزءا كاملا وكم هائل من الحسنات لا تبرروا لأنفسكم بأنكم لا تجدون الوقت للقرآن فالمسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى ثم مجاهدة للنفس وترتيب الأولويات إن جاهت نفسك حقا فوعد من الله تعالى أنه سيهديك سولة إخوتاه سرعة الأيام مخيفة ما أن نضع رأسنا على الوسادة إلا وأشرق نور الفجر وما أن تستيقظ إلا وحان وقت النوم تبدو مخيفة سرعة الأيام تجري بنا دون أن نشعر تمشي بأقصى عداد سرعاتها وتفلت منا كقطعة الصابون نمسك بها فتنزلق من أيدينا تسير الأيام ونحن لا ندري ثم نتفاجأ أننا وصلنا لنهاية أيامنا ونحن نشعر أننا لم نبدأ بعد سبحان الله كما قال الحبيب المصطفى الناس في غفلة فإذا ماتوا انتبهوا على ماذا سينتبه وقد قضي الأمر تسير أيامنا ولا تتوقف وأقول في نفسي حقا السعيد من ملأ صحيفته بالحسنات والسؤال الذي أقف عنده بماذا ملأت صحيفتي هذا اليوم يا ترى ما هو وزني عند الله تعالى أقف وأحاسب نفسي فالأيام تمشي بسرعة ولن يبقى إلا العمل الصالح فتن الدنيا تموج بنا والأحداث تتسارع من حورنا والأموات يتسابقون أمامنا قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين قال أحدهم أتدرون كيف يسرق عمر المرء منه يذهل عن يومه في ارتقاب غده ولا يزال كذلك حتى ينقضي أجله وأياده صفر من أي خير قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك والأيام ما هي إلا ساعات ودقائق ولهذا على المرء أن يتفكر جيدا أين يذهب منه يومه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين أعمارنا أحبتي مثل الامتحان تخيل نفسك في قاعة الامتحان والمراقب قال باقي من الزمن ستون دقيقة يعني فيك تكتب وتضبط أمورك وراحتك عندك مجال لكن إن قال المراقب باقي من الزمن ثلاثون دقيقة هنا يبدأ التوتر والخوف ويادوب تلحق وتضبط أمورك ولازم تشد الهمة أما إن قال المراقب باقي من الزمن خمس دقائق فهنا أصبح الوضع حرج جدا ويادوب تكتب لك كلمتين هكذا أعمارنا أحبتي اللي عمره ثلاثين سنة عنده وقت جيد الاستعداد والتوبة والأوبة إلى الله واللي عمره خمسين لازم يضبط أموره على السريع ويشد الهمة لأن ما عد في وقت وإذا عمرك ستين فأصبح الوضع خطير ويخوف جدا فلحق نفسك أعزائي أحبتي في الله دعونا نتوقف لبرهة مع أنفسنا وننظر لما حولنا وننظر لأعمارنا فإننا نكبر وتمضي بنا الحياة وسيأتي اليوم الذي سنكون فيه ربما ذكرى جميلة عند البعض يطلبون من الله الرحمة لنا إذا مررنا في بالهم وربما ينسانا غيرهم وتنتهي معرفتهم بنا بانتهاء حياتنا دعونا نعيش يومنا لنستعد فيه للغد والغد ليس اليوم التالي ليومنا هذا كلا بل الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الآخرة الحياة السرمدية الحياة الأبدية غفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لما مضى وفات ووفقنا الله لما هو آت والله يحفظكم وأهليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته